ايه بقى حكاية العزر الكاهري ده بقى؟ عايز اشرحه لحضرتك هل العزر الكاهري ده أصلاً موجود في اللائحة؟ أو موجود في اللائحة؟ هل حالة الزمالك هي عزر الكاهري؟ أو لأ؟ هشرح لك هل عقوبات الانسحاب تختلف إذا كان العزر الكاهري أو عزر عادي؟ أو تختلف تعال اشرح لك باللائحة اعرض، تعال نشوف عشان بس العزر الكاهري ده هتودينا الحتة هقول لك عليها بعد شوية يلا يا شباب عشان عايزين نتأخر وعايزين نعرض على طول مش جاهزين؟ قولوا لي مش جاهزين يلا ايه هي الكوة الكاهرة؟ او الحوادث المفاجئة؟ الاول لازم حالك تعرف يعني ايه كوة الكاهرة؟ اي حدث غير متوقع او لا يمكن رده ينشئه عن سبب خارجي لابد للاطراف فيه يؤثر او قد يؤثر على تطبيق اي بند من بنود هذه اللائحة ويشمل على سبيل المثال للحصر طقس عاصف بشكل غير طبيعي فيضان او برق او حريق او انفجار او هزة ارضية او اضرار هيكلية او كارثة طبيعية او حرب او عمل ارهابي او عمليات عسكرية او شغب او فوضى هائلة وحاجات شبه كده في البقية تمام؟ تمام؟ هل انسحاب الزمالك او حسب البيانات اعتذار الزمالك كان لا اسباب كهرية من اللي انا قطر حدوك ديت مفيش طيب اللائحة بقى بتقول ايه؟ اللائحة بتقول ايه؟ اذا اعترفت الرابطة انها فعلا ظروف كهرية تركز معاف دي اوش اذا اعترفت او وافقت رابطة الاندية واقرت انها ظروف كهرية تعد المباراة او تلعب في وقت اخر يعني تعد المباراة او تلعب في وقت اخر خلاص دي ظروف كهرية اهي اذا تبين ان ما صابق في المواد تسعة وتلاتين واربعين وواحد واربعين بسبب عذر الكهري تقبله ادارة المسابقات تعد المباراة طيب اذا لم تقبل ادارة المسابقات عذر الفريق يعتبر النادي متخلفا عن المباراة وتحسب النتيجة اتنين لشيء لصالح الفريق الاخر المتواجد بالاضافة الى غرامة مالية تبقى لفئات المسابقات والتي يحددها مجلس ادارة رابطة الاندية قبل بداية الموسم اشتركوا في القناة